السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء 17 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة 22 دقائق من عصر يوم الغد الخميس لينتقل بعدها القمر لبرج العذراء القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 52 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لينتقل بعدها القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات والقمر بما إنه موجود في برج الأسد اليوم معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وأيضا بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال نستثمر برضو الفترة هاي ممتازة لا الأمور اللي تتعلق بشراء المجوهرات أو الأشياء الثمينة ومنكون جريئين ومنرتد الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وثلاث دقائق ماء صباحا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاث عصرا بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم أو التخمي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وتسعة عشر دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الأطوار بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن هتعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو الأخذ بالحيطة إذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد الراجع الطبيب لأنه هاي نقاط الضعف القلب الشريان الأورطي دورة دموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان أما بقي عضاء الجسم فما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الأسد قلو المسار القادم اللي هو يوم الغد الساعة 12 ودقيقة ظهرا بيبدأ بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 2 و10 دقائق عصرا يعني ساعتين و9 دقائق تقريبا مدة خلو المسار بعدها القمر بينتقل للعذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 9 أيام الساعة 10 و21 دقيقة صباحا بصغير 10 أيام نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد الآن بنسبة 60% ساعات العصر سعيد بنسبة 85% ساعات المساء سعيد بنسبة 45% القمر في الأسد حتى يوم 18 أربعة سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم مرضو مناسب اليوم لا التقارب ما بينكم وبين أبنائكم هذا اليوم يعتبر فترة مثمرة إيجابية تنجحوا بحمل الترويج عشان هيك لازم تكونوا جريئين بالطرح وبتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن أنك تتلقى جواب أو عرض برضو اليوم مناسب لممارسة هواية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تتخلى عن مواقفك المتحفظة والعصبية عشان ما تكبر المشاكل وتجنب أيضا العمليات الجراحية خلال هذا اليوم وخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرج في نزه قصيري أو يكون له تنقلات ما بين المدن الداخلية في المنطقة اللي هو فيه وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندكم اليوم الزيارات والتنقلات والنقاشات أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وممكن تعالج استحقاق مالي اليوم زي فوتير أو دفعات أهم جنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن بدك تنتبه من النصابين والمحتالين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي بإمكانك توضيح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك ممكن تشعر بالحماس الفائضة أو تنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد أنت اليوم بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن أنك تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بسيطر التعب عليكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك وابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار أو حاول أنك ما تكون لجوج لأنه ممكن يخضي لك الحظ حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر بإمكانك تحديد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية أو بتعرف اليوم لقاء داعم لا إلك أهم شيء أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي واستغل علاقاتك اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تتهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل أو تشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوية ممكن تهتم بهواية جديدة اليوم في عندك حيوية وانت متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها برضو بإمكانك أنك تناقش موضوع مهم وتجتاز امتحان صعب بإمكانك معالجة الشؤون العائلية المهمة أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني حذر الخلافات ولا الضخم الأمور اليوم أنت يعني شوي حساس ومتوتر بسبب قلق من مسألة ما فعشان هيك دك تضبط عصابك أثناء الحديث والحوار والتعامل مع الغير حذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يخلي بعض الأشخاص تبعد عنك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولوا انكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكو تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تهملوا واجباتكم مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم لأنه شوي اليوم الضغط على المستوى العملي والصحي فانتبه أيضا من سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء